مرحبا معكم ساندي ابو الظروف من سمارت تيم في هذا الفيديو نحن نشرح عن الدبل لينك لست اللي هو تاني نوع من الليست هلا قبل ما نبلش شريح عنه رح طريقة الشرح تكون شوية بتختلفه وانه القود يكون مكتوب ونحن رح نتطبعه لانه قوده بشبه قود السمبل لينك لست لو نبلش هلا فيها في عندنا هون تنتين لست الاولى بدنا اياها تكون سمبل والتاني دبلة هلا بالسمبل رح يكون عندنا السهم بس رايح يعني رح يكون في عندنا جهة للداتا ورح تكون جهة للنكست اللي هي بتأشر على النود التانية اذا مثلناها برسمة رح يكون شكلها زي هيك هاي هي السمبلة طب لو نيجي نقارنها بالدبلة الدبلة رح يكون في سهم طالع من النود وسهم راجع للنود يعني في عندنا مقسم النود لثلاث أشياء اللي هي الباك والنكست والديتا فلو نيجي نمثلها على شكل رسمي رح يكون في سهم طالع وسهم جاي اللي هي الباك والنكست هيك النيكست والباك اللي هي الراجعة طبعاً على آخر نود ما رح يكون في سهم راجع وعلى أول نود رح يكون ما في سهم داخل رح يكون بس باك تمام لو نيجي هلا نطلع على الكود نود رح نبلش أول إشي نعرف بالهدر طبعاً أول إشي عرفنا سمينا نود اللي هو بيكون فيه النيكست والباك والديتا طبعاً هو رح يكون فيه أول إشي عرفنا الانتجار داتا بعدين عرفنا نود النيكست والباك رح يكونوا طبعاً بوينتر عشان رح يأشروا على النودات النيكست رح تأشر على النود الثانية والباك رح تأشر على النود القبل بعدين عملنا constructor الديتا فيها الديه والباك اللي هي البيه والنيكست فيها قيمة الان طبعاً هنا الترتيب مهم عشان لما نيجي نمشي بالكود رح نشوف لاش ترتيب مهم بعدين عرفنا سمينالس رح يكون فيه طبعاً نود فيه هد ما رح نحتاج للتيل لأنه زي ما حكينا بالدبلي link list لو نجح نطلع الرسمة في عنا واحدة رايحة واحدة شاية عنا نيكست وعنده معد فإحنا مش بحاجة للتيل هون زي ما إحنا بحاجة طبعاً طبعاً هدا رح يكون فيه عنا بس هد رح يكون نستخدم فيها بس هد مش رح نحتاج للتيل ممكن نستخدمه بس يفضل أنه ما نستخدمه لأنه إحنا عنا next وعنا باك فعل في ماضي رح يكون نشوف الفنكشن اللي سيكونوا باللست نفس السيمبلي أول إشي عرفنا نود الهد بعدين عرفنا constructor وعرفنا is empty عندنا تنتيني print أول إشي رح نعمل print forward بعدين print backward الprint forward رح نمشي من أول نود لأخر نود الbackward رح يطبع من أخر نود لأول نود والsize اللي بتعطينا الحجم والadd first والadd last والadd position delete first delete last delete position delete element search طبعا constructor والcopy constructor والoperator equal وطبعا عرفنا الenumeration error رح يكون فيه success وout وunderflow عشان نستخدمه مع الdelete مع الadd position لما يكون في عنا overflow برجعنا يكون في عنا success برجعنا success لما يكون في عنا out برجعنا out لو نبلش بالimplementation أول إشي رح نحتاج الconstructor اللي رح نعرف فيه الhead يكون فيه zero بعدين is empty متى رح تكون اللي استفاضيه لما تكون الhead equal zero او لما تكون الhead ما بتأشر على اشي طبعا الhead هي node لما تكون zero هي null لو نيجي للsize هلا احنا ممكن نعرف باكتر طريقة اول طريقة هي باستخدام temporary pointer لو نتطلع على الكود الموجود بي comments اول إشي عرفنا احنا node T اللي هي رح تمثل هنا temporary pointer بعدين عرفنا integer C اللي هو رح يكون counter بعدين مشينا عن طريق for loop من اول node لاخر node كل مرة يزيد على C واحد بعدين اخر اشي برجع لنا LC هلا ممكن نعمل هادي نعمل هادا ال function بطريقة تانية رح تكون اسهل علينا والطريقة هي انه احنا عن طريق الhead نمشي في النودات كلهم بعدين نرجع الhead لما كانوا بما انه list فيها back وفيها next فاحنا اول اشي طبعا بدنا نتأكد انه الليست مش فاضية ونعرف برضو integer counter عشان حط فيه عدد النود بعدين اذا مش فاضية احنا بدنا نمشي من الhead حد ما توصل لاخر node لو نجي نتبعه او نجي نمشي احنا شوي شوي احنا عنا الhead بدنا نمشي فيها من اول node لاخر node هلا احنا عشان ما نطلع الhead لبرا لانه ما فيش عندنا لما يوصل لنال احنا ما عندنا arrow back ما عندناش node نرجع فيها للnode اللي قبلها اللي هي كانت الاخيرة فاحنا بدنا نوصل هنا للnode الاخيرة لما يوصل للnode الاخيرة طبعا كل مرة بدنا ننزيد واحد بعدين بدنا نزيد نرجع وحد ما يوصل لأول node لو نتطلع القوعد اول اشي عملنا فورلوب بيبلش من الhead بعدين بدنا نعمل طول ما الhead ارونكس not equal zero الhead رح يروح ارونكس اذا ما حكت لكم ما رح نوصل الhead لبرره الست رح تضلع جوه الست اخر نود رح توصله هي اخر نود او اللي هي رح تكون التال كل مرة بزيد واحد هلا لما توصل لاخر نود ما رح تزيد واحد لانه اذا تتبعتوا الكود اذا الhead ارونكس not equal zero او احنا رح نزيد واحد بس لما الhead ارونكس not equal zero طبعا بالتالي الhead ارونكس رح تكون equal zero فهونا ما رح يجمع واحد فلما نعمل return ندير بعنا انه نعمل return لل counter plus one او ال c plus one وقبل ما نعمل return في اشي لازم نعمله اللي هو انه نرجع الhead لمكانها احنا نرجع الhead لمكانها وانطريق for loop طبعا رح تبلش من عندي الhead اللي هو صار عند اخر نود طول ما الhead arrow back كانت equal zero وقفنا فهيكا منكون احنا وصلنا لأول نود ومنوقف طبعا بعد الfor loop احنا ما حطينا statement حطينا semicolon ما بدنا ننساحه هون بعدين بالاخر return zero اذا كانت empty طب لو نجي للي print forward نفس simple linked list احنا عن طريق ممكن temporary pointer او ممكن نفس طريق size احنا نمشي على list كاملة وكل مرة منمشي على list بدنا نطبع data طبعا عن طريق temporary pointer رح يكون اسهل لانه احنا بدنا نطبع اخر واحدة اذا ما استخدمنا temporary pointer اخر list اخر نود ما رح يطواها فاحنا بره الfor loop بدنا نعمل cout للhead arrow data ونرجع نعمل نرجع نعمل for loop نرجع فيها الاول node اللي هي المفروضة تكون الhead وهنا احنا استخدمنا temporary pointer بلش من الhead لحد اخر node وصل لبعد اخر node وصل النال لما يوصل النال بوقف وكل مرة كان يطبع لنا tr data بعدين بالاخر cout اللي print backward نعملنا هنا if not is empty يعني اذا list مش فاضية عرفنا اول شيء temporary pointer كان بيساوي ايش؟ كان بيساوي الhead بعدين مشينا من الhead لاخر node عن طريق for loop كل مرة تي بتساوي tr next طبعا لما تكون tr next i equal zero رح يوقف عشان يوصل بس لاخر node ما بدنا يوصل لبرا بعدين لما يوصل لاخر node رح نطبع tr data فهون اذا منطلع اذا بدنا نجي نتبعه اول اشي عرفنا t رح تكون عندي الhead ضلتها تمشي محد ما وصلت عند اخر node فصارت t هون لما صارت t عند tail ضلينا نطبع tr data عن طريق for loop ونرجع للنود القبلها لما صارت t عند zero وقفنا طب قبل ما نتبع ال functions اللي عملناهم جوه المين في احنا بعض ال functions استخدمنا if not is empty والجزء التاني ما استخدمنا if not is empty واحنا بدنا نشوف متى استخدمناها اول مرة استخدمناها كانت بالطريقة الثانية ل function size طب لو نجي نشوف الطريقة الاولى بالطريقة الاولى عرفنا احنا node t اللي هي كانت temporary pointer بعدين ما عندي t equal head بدنا نمشي لبعد اللست لعندي t equal zero ما رح يوقف لما t تكون بتساوي zero طب هون لو كانت اللست فاضية الهد رح تكون اصلا zero و رح تكون ما بتقشر على اشي فهون اصلا ما رح تدخل باللور لانه احنا حطين شرط انه t equal zero بس لو اجينا للطريقة التانية هون احنا من عند الهد بدنا نشوف الهد ارونيكس طب لو كانت اللي استفاضية الهد ارونيكس هون رح يكون رح يصير في عنا غلط فعشان هيك احنا هطينا if not is empty بالprint forward ما استخدمناها لانه احنا ببلشنا من عند نوت t لو كانت اللي استفاضية هون برضو t not equal zero فمش رح يدخل بالfor loop اصلا اما بالbackward عرفنا t بتساوي الهد بدنا نشوف t next فاحنا اذا كانت الهد equal zero او كانت اللي استفاضية فبردو رح يكون غلط لانه رح نستخدم t next واحنا اصلا t equal zero فهون رح يكون في عنا error ان شاء الله بالفيديو الجاي بعد ما نعمل at first والat last والat position رح نتبع بالمن يعطيكم العافية